والنهاردة الميتوب رقم 102 من اول الميتوب واحد لحد الميتوب 111 موجودين كلهم على يوتيوب لو انت حد محتاج يرجع لهم او حد محتاج ان هو يشوف الحاجات اللي جاتني موجود قبل كده او يستفاد منها والمفروض ان الميتوب بيمشي كالاتي ان احنا معنا طبق معين بنتكلم فيه وبعد ما طبق الشرح بتاعه بيخلص وبيكون انت وصلت لك المعلومة او المين طبق اللي احنا محتاجين نتكلم عنها وصلت لك بشكل كامل وفهمت المعلومة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها بعد كده بنخش في الديسكوشن ولو انت محتاج تسعلى اي حاجة سواء هي جوة الطبق بنتين نتكلم فيها لو حاجة هي حاجة بره الطبق بي نبتدي ان احنا برضو نبناش فيها ونتكلم فيها لو انت عندك اي سؤال في اي جزء انت محتاج تسأل عنه احنا النهاردة هنتكلم عن الاسي او كونتنت رايتنج وانت ازاي تكتب الاسي او خلينا نقول ان فيه جزء جدا كبير جدا جدا فيه هو كونفوزنج عن دناس كتير او هو فيه مشكلة عند الناس انها مش بتقدر تفرق هي في اي مرحلة من كتابة المحتوى ودي بداية الموضوع ودي بداية الجزء اللي احنا محتاجين نتكلم عنه فيه فرق ما بين انان حد بتاع كونتنت وبكتب سوشال ميديا كونتنت وما بين انان حد مش بيكتب سوشال ميديا كونتنت انا بكتب ديجيال موركتين كونتنت خلينا نقول ان فيه سوشال ميديا كونتنت تمام؟ وانت لما تكون social media content انت هنا بتكتب social media posts انت بتكتب على متا على اللي قلوها فيسبوك او انستجرام بتكتب على twitter بتكتب على social media بشكل كم فانت قادر بتكتب content على social media لو انت ما بتتخطوش دقاء ومتتعبرش دقاء فانت لسه في الزوم بتاعة social media content لو انت بتكتب social media posts او بتعمل social media plan او لو انت معاك client عنده الفيسبوك بتاعه فانت بتكتبه المحتوى بتاعه فانت already just بتعمل social media content بس مش انت content creator ولا انت content marketing ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها طيب الجزء التاني بعد كده اللي هو digital content تمام? creator او writing او ان كان يعني تمام? digital content هو انت بتكتب content الخاص به digital marketing بشكل كم طيب ده including ايه او ده بيكون جواي بيكون جواي بيكون جواي الويب سايت بيكون جواي مسلا اليوتيوب يعني بتكتب اليوتيوب الحلقات بتاعت اليوتيوب او بتكتب content على platforms مختلفة بتكتب حاجات للبلوك وما الى زلك انسوا قم بقى انت لحد ما بتكتب الحاجات اللي هي digital طيب بعد كده الموركتينج طبعا جواي الويب سايت حاجات كتير يعني احنا جواي بس ان انت بتكتب content خاص طيب content marketing او احنا بنقول marketing content تمام? الجزء الخاص به content انت انت بس محتاج ان انت تكون بتفهم يعني ايه الجزء الخاص به marketing يعني انت قادر تكتب اه الاجزاء القصة به اللي في كل حاجة في pretext international marketing بتكتب كتب بتكتب مقاشرات بتكتب حاجات كتير زي ما انت بتكتب يعني انت تقدر تكتب حاجات كتير كلها ليه علاقة بالموركتينج في اي حاجة include marketing انت بتقدر تكتبها فانت بتكتبها مش جاست بس ان انت بتكتب الجزء الخاص بتاع السوشال میدا أو انت بتكتب بس الجزء الخاص بتاع الويب سايت لا انت اي حاجة ليه علاقة بال Yong con marketing بتكتبها. قادر تكتب بقى اه مقالات كبيرة قادر ان انت تكتب في الجرنال قادر ان انت تكتب كتب قادر ان انت تكتب في الاخبار يعني الناس اللي بتكتب في الجرايد وبتكتب صحة فيه والناس دي مش بتبقى سوشال ميديا كونتنت او ده واحد اصلا بيكتب في الجرنال مالوش علاقة بيكتب عمود في الجرنال ساعات كده كنا بنسمع يقولك انا انا لقي عمود بينزل في جريدة الاهرام او بينزل في جريدة اكس او جريدة زاد ايا كان فانت ليك حاجة بتكتب فانت انت قريدي بتكتب ازا موركتينج بشكل كب طبعاً بيبقى included او داخل فيه الجزء الخاص بالcopy لو انت بتكتب الجزء الخاص بالcopy او الجزء الخاص بالcontent بشكل كامل فانت هنا لازمة تكرم نفسك الاول انا بعرف اكتب ايه انا بعرف اكتب على social media بعرف اكتب على الwebsite بعرف اكتب على اليوتيوب بعرف اكتب الجزء الخاص بالstorytelling بعرف اكتب كتب بعرف اكتب انجليش او عربي بعرف اكتب لازمة بتعمل كده تتبيعها مع نفسك وتعمل للجزء الخاص بك وتعرف بشكل كبير انت انت فقاني مرحلة تمام يعني انت فقاني مرحلة بالضبط ولو انا مثلاً بكتب الcontent as a digital ايه الحاجات اللي انا بكتبها جوه ال digital marketing انا اقدر اكتب على social media platform كلها اقدر اكتب على اليوتيوب اقدر اكتب بلوغ جوه الwebsite اقدر اكتب ايه الwebsite اقدر اكتب حاجات لها علاقة بالacommerce content اكتر اقدر اقدر اكتب product description على website هو خاص بالacommerce مش كل الناس بتقدر تكتب product description اقدر اكتب حاجة برضو تانية هنقول مثلاً الfeqs تمام الfeqs الاسئلة الشائعة وهكذا اللي بتبقى جوه الwebsite دي ليها معايير مختلفة نكتبها لها وليها search وليها نتائج مختلفة لها طريقة تانية مختلفة في الكتابة وهكذا فلازم انت تقام نفسك ايه الحاجات اللي انا اقدر اكتبها والحاجات اللي انا مقدرش اكتبها الحاجات اللي انا مقدرش اكتبها الحاجات اللي انا بتدرش اكتبها وممكن تعمل ده على فكرة يعني يعني انا بس بتديك ال entry دي او المقدمة دي عشان انت بقى انت فاهم انت رايح فين اه بتعرف اه تكتبها والحاجات اللي انت مش بتعرف تكتبها الحاجات اللي انا اه مسلا ايه اه ما بعرفش اكتبها وتبتيت تكتب هنا هنا او انا مسلا ممكن اكتب social media content تمام وفي حاجات لا انا مقدرش مسلا اكتب الجزء بتاع الwebsite مسلا هنقول ان انا مقدرش اكتب الجزء الخاص بالwebsite فانت هنا قادر تقيم انا اقدر اكتب ايه وما قادرش اكتبيه وبنان على ده اللي انت بترجح تكتبه تحاول تتعلمه وانت تقدر تكتبه ده الانترو اللي انا رأس كنت محتاج اوضحها لك علشان لما تيجي تقول ايه الفرق ما بين ان انا اكتب بالا سي او او من غير الا سي او او ايه الفرق ان انا ما بين ان انا اكتب اه كنت انت هو اللي علاقة بالماركتنج او مالوش علاقة بالماركتنج او or digital marketing والتأسين دي مع العلم ان انا محتاجة تديك نوت كده مسيطة ان ده بيتماشى مع كل الاندوستري او او خلاها مش كل الاندوستري مع كل التخصصات في المورد لو انا بتاع ميديا بوينج مثلا لو انا في مرحلة ما بقريم احد شغال في الميديا بوينج لما بيجي اشتغل معاه لا هو انت بتعرف تعمل سوشيال ميديا كامبينز ولا بتعرف تشتغل على جوجل ولا تقدر تشتغل اي كامبينز حتى لو هي بيل بورد او اعلانات في الشارع او اي ان كان لازم ان نبقى فيه معينة كذلك بتاع الاسي او تمام انت لو انت بتعرفش اي اسي او فانت ما دخلتش الجزء انت بتتكلم فيه الاسي او كمان دخل فيه الجزء بتاع السوشيال ميديا انت بتعرف تكتب بتتعامل مع السوشيال ميديا الخاصة بالاسي او تعرف تتعامل على الاسي او الخاص بالسوشيال ميديا ولا لا وهكذا تمام طب عشان ما نطولش في الحتة دي خلينا نقول ان دي الجزء اللي انا كنت محتاجة بينه لك ونخش عو طول فيه الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه الجزء اللي احنا محددينه عشان نتكلم فيه. انا دلوقتي عايز ابتدي اتحول بقى ان انا اكتب الجزء الخاص في السوشال ميديا من السوشال ميديا دي الاسي او. طبع عشان اتعامل مع الاسي او لازم بيكون معي تولز اساسية وفيه خطوات لازم بمشي عليها. تعال كده نكتب الخطوات او نشوف كده الخطوات اللي احنا بنتكلم عنها في الاسي او او الكونتنت بالاسي او لازم تكون عاملة ازاي? اول حاجة ما بكتبش اي كلام خلاص. لازم الكلام يكون معتمد على الودينس نفسهم. الودينس اللي انا بتعامل معهم مين? لازم ان انا متناسب مع الودينس بتوعي. فانا اول حاجة ببتدي العب عليها وبتدي اشوفها مين الودينس. مين الودينس اللي انا بلعب عليهم? دي اول حاجة. مين الودينس اللي انا بكتب لهم? انا بكتب لي مين? دي اول حاجة لازم انت تبتدي انت تتعامل عليها وتبتدي تشوفها مين الناس اللي انا بكتب لها. هل انا لو انا بكتب مسلا عن الماركتينج فانا محتاج الناس الناس اللي مهتمة بالماركتينج بس هما اونرز في شركات ولا انا محتاج الطلبة اللي بتتكلم اا اللي محتاجها تتعلم ماركتينج ولسا هي fresh graduate ولسا متخراجة من الجامعة ومحتاجها تخش الماركتينج او تخش ال section او المجال الاندازش بتاعت الماركتينج ولا انا محتاج اعمل ايه؟ لو انا ببيع ملابس انا بترجت مين؟ منترجت اوديانس بتوعي؟ طب لو انا ببيع ملابس هنقول ان انا هنا نقول ان انا ببيع ملابس اطفال. تمام انا هنا بقول ان انا ملابس ملابس اطفال. طيب اول حاجة ما بجي اتكلم عنها لازم نفكر مين الامهات. لو انا بتكلم ان الام فهنا نقول هتكلم معها في خامة. هتكلم معها في اوهرز. اتكلم معها في الكلام. الاب هو ما بيشتريش اصنا. ليش علاقة بالقصة دي. هو بس هو ممكن يعمل يعمل ممكن يعمل حاجة وهكذا. فانا بتوهاي امهات. فالامهات بتفكر ازاي? ايه الجزء اللي بتفكر فيه الام او الام اللي بتيجي تفكر? بتفكر ازاي وها بتعمل سرش لما هي تيجي تعمل سرش بتعمل سرش عن ايه? تمام? طيب لو انا بتتكلم مسلا عن جزء خاص بالزال ما احنا بنقول عشان بس نجيب مجال او بقى كل الناس او مجمع فيه. اه هنقول ان انا محتاج اتلم عن الناس اللي بقى بتدور عليه مثلا. تمام? هي محتاجة ايه? طيب او الناس دي بتعمل سرش علي. فاول حاجة مني لازم الكنسيبت بتاعها. التفكير بتاعها. طب هارب ده منين? في اجزاء كتير جدا. اولهم الكيووردز تمام? لازم ادور على وده بياخدني للجزء الثاني او الجزء الثاني اللي انا بتفكر فيها. الكيووردز اللي الناس دي بتفكر فيها. الناس دي اللي ما بتجي تدور على بتعمل ايه? او بتكتلم عن ايه? طب تعال كده نشوف. ممكن نعمل ده ازاي? ممكن نعمل ده من خلال ان احنا نشوف اصلا العميل بيعمل سرش ايه? ايه الاسئلة اللي بيدور فيها? فخنا تعال كده نقول موركتينج. وهنشوف الناس اه اه بتدور في ايه? لما تيجي الناس بتكتب ده بتدور على ايه? تعال كده نعمل لوجين ونشوف. ممكن نشوف كمان جوجل تريند. تماما على جوجل تريند بنقول مسلا موركتينج منتور مسلا الناس بتدور على ايه? وايه اللي الناس بتدور فيه? وايه الاوقات اللي الناس بتدور فيها? والمناطق اللي بتدور فيها طب تعال كده? نشوف مسلا مركتنج مينتر. مسلا. ولو حد stop. ممكن نكون في 이.. ممكن نكون في ا� جزء بالزبط. تمام? انت جزء اللي بدور فيه. تعالي كده نشوف هنا على النارنت حلو جدا. خلاص عملنا differentiation. ممكن نشوف الناس دي على اا جوجل. ممكن نشوف الناس دي على يوتيوب. ممكن نشوف الناس دي على bank. طوال احنا في مصر وفهناس كلها بيتعامل مع جوجل. فخلاص هنقول ان المفروض معدل اللي سيرش فيها لو والمفروض ميديا من 17 وكذا تمام خلينا نشوف الكلام ده تعالى احنا محتاجين نعمل ايه محتاجين نشوف الناس هنا بتدور على ايه ايه اللي الناس بتسأل عنه لازم انا ابتدي افكر الناس بتسأل على ايه وهل الناس دي بتدور بشكل مباشر ولا طيب هاو مثلا هاو تو فايند ماركتينج مينتور فابتدي اشوف الناس بتدور على ايه ماركتينج مينتور هاو تو مثلا ميك ات امانترشيب وهكذا فانت لازم هنا تبتدي تفكر تمام طب تعالى هنا نشوف والله ده المعدل الناس تعالى كده نشوف الوكيشن هنا ورد لا احنا عايزين ايجيبت تمام ممكن في ايجيبت كمان تدور على حتة معينة لا اهو معدل سيرش مفيش مفيش اي حاجة فيش كاتيجري مفيش اي حاجة فخلاص احنا هنخرج من الجزء ده تعالى نشوف مسلا جوجل اه كيوورد تمام او تعالى نشوف هنا الاندوستري ايه الفوكسينج اللي احنا محتاجين نعمل تعالى كده نكتب ماركتينج مينتور او ماركتينج مينتورينج مسلا وجوجل تعالى نجيب ايجيبت وانجلش نشوف هيعمل لانه على ايه وين ممكن كمان طبعا نستخدم جوجل ادور كيوورد بلانر وين نشوف اه ممكن يكون في ايه طبعا كمان فيه اكستنشنز تاني ممكن تطلق علينا اه الامير بيدور على ايد تعالى كده نشوف جوجل كيوورد بلانر ندخل بس على جوجل كيوورد بلانر بعد كي نعمل هنا ايه موركتين منترينج نعمل سيرش انيك هنا ننزل تحت كده النسبة دار على موركتينج مينتور بلوغرام موركتينج مينتور انستجرام موركتينج مينتور بلوغ بيكون موركتينج مينتور خلاص احنا هنا بنبتدي نشوف الناس بتدور على ايه تمام وين بتدي ندور هل الناس هي ايه ايه الحاجات اللي بيدوروا فيها عشان ارى اقدر اكتف فيها تعالى كده نشوف لو انا بكتب سوشال ميديا كونتنت فانا بالنسباني لا انا ممكن اكتب كيوورد اي اي حاجة وخلاص مش مش بالنسبة لي اا مش هتبقى فارقة اا لأ مش هقوم بقى ادور اشوف الناس بتدور على ايه اا والامور دي كلها هنبتدي جاست ان انا ايه باعمل سيرش بدور وخلاص تمام طب فخلاص احنا هنا هنشوف الناس بتدور على ايه وين نشوف افرج اا خلاص يمكن ايه بقى نشوف ايه الكلمات اللي فيها طبعا انا ايه الكلمات اللي فيها معدلات بحس عالية وابتدي اشوف طب تعالى كده نشوف حاجة تانية ماركتين بدل مينترين خلينا نقول اا ماركتينج كورسيز او خلينا نقول عال حاجة تانية ديجيتل مسلا تمام معدل خلينا نشوف اا ريزل ويدينا ايه كومنديشن انترن طب خلينا نشوفها مع الكلمة دي طب تعالى نشوف معاها اا كورسيز ونشوف بص بقى هنا ديجيتل ماركتينج كورسيز واخد ايه وهنشوف مسلا ماركتينج كورسيز واخد ايه وهي ماركتينج مانجمت واخد ايه هنا بان الفرق طب لو انا هكتب على المينترينج لا انا لازم اعمل فيها الكلمة كورسيز او ديجيتل ماركتينج كورسيز هنا في فرق بيبان بيبان بقى ما بين الناس بتدور على ايه الناس هنا في مصر مش بتدور على ديجيتل ماركتينج مانترينج قد ما هي بتدور على الكورسيز وده بسبب المنتاليتي او العقلية بتاتي الناس او اللي الناس بتدور عليه فهنا بنتدي بان حدد الكلمات اللي هنشتغل عليه والله هنشتغل على ديجيتل ماركتينج كورسيز المنتبج بالطبع والناس بتدور على هوب سبوت اكاديمي فعنا ممكن اكتب او الارلكل والارركل دي عمل فيه ان كلودة لير او ال بالجمع لأو بحب سبوت اكاديمي ممكن مثلا ديجيتل مش عارف دية جوجل وديجيتل ماركتينج كلاسيز وهي كذا فانا ببتدي اجمع اللي المفروض الناس بتدور عليم لفكرة جيدة ان انا محتاج اجمع ايه اللي الناس بتدور عليم نفس بتدور عليم احدد الناس محتاجا مني ايه? وانناس محتاجا تعرف ايه? الناس بتدار عليه? فاول حاجة ببتدي اتعامل عليها لما باجي اكتب ازاي سي او لازم لا افهم طبيعية الناس. الناس بتدار عليه وللتركية بتاع بيدور على ايه? طيب بعد ما بدور على ده وابتدي ان انا اشتغل على الجزء ده بابتدي اشوف طبيعية الطابك بابتدي ان انا اللي انا ببتدى اشتغل عليها. بعمل ايه? بعمل تمام? تمام? خليني انا نقول ان بتاعتي بعمل طيب. اول ما بعمل بتاعتي اللي هو ايه? ايه المقالات اللي انا المفروض هشتغل عليها? ايه المقالات اللي اللي انا المفروض هشتغل عليها. ببتدى احدد اول حاجة ايه المقال الاولاني? والله المقال الاولاني تعال كده نشوف ان الناس هنا بتدور على ان هي ازاي هتلاقي مثلا ده الجزء اللي انا هتكلم عنه في الاول. تمام? دي الايه الاولانية اللي انا هتكلم عنه. تمام? تعالى اه او ممكن نتكلم عن الجزء وتاني حاجة محتاج اشوف الجزء ده. وهتكلم عن how to find marketing mentor. وهبتدى اشوف مسلا ايه تاني من الحاجات اللي ممكن هبتدي ان انا how to find the marketing mentor. تمام? هنا خليها نشوف آآ الجزء ده في ايه هنا برضو. digital marketing mentoring. هبتدي طلع الافكار اللي انا مفروض هكتب فيها. الافكار اللي انا هكتب فيها. وببتدي اعمل تمام? ابتدي اعمل بالكلمات اللي هستخدمها. وكمان المفروض ان انا اعمل بالكلمات تي هستخدم فيها ايه بالزبط? والاجزاء اللي انا هستخدم فيها. طب تعالى كده ممكن عشان نسهل على بعض نعملها ازاي? هنعمل كده مثلا. وهنقولي هنا التورجيت اوديونس. تمام? ومن التورجيت هنقول هنا الكي ووردز. وهنقول هنا. تمام? وهنقول هنا التوبكس. خلاص? انا هنا التورجيت اوديونس بتوعي. هنا مسلا هنقول ان هما بيزنس اونرز مسلا. تمام? ويه الكي ووردز اللي انا ممكن استخدمها? هي الموركتينج مينتور. مسلا. ويه المفروض? الطبك اللي انا هكتب فيه? هاو فايند مسلا اموركتينج مينتور. تمام? طيب. عندي مسلا ايه تاني? عندي هنا مسلا الستودينس. تمام? بعد الستودينس المفروض ان انا هكتب ايه? ده التورجيت اوديونس بتوعي. ده تورجيت اوديونس ده بيدور على الجزء بتاع الكورسز. فالمفروض ان دي الكيوردز او اللونج كيوردز اللي انا هكتب فيها. وهتشوف ايه الجزء اللي انا هتكلم فيه او الطبكس اللي انا هتكلم فيه الديجيتال مسلا هنقول زباستوف. مسلا. افضل الديجيتال كورسز مسلا اللي موجودة. فهنا انا حددت تورجيت اوديونس وحددت الكيوردز. وحددت كمان الطبكس اللي انا المفروض اتكلم عنها. و ايه الحاجات اللي انا المفروض اتناقش فيها و اشتغل عليه. فدي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي اللي انا لازم اول ما ببتدأ اشتغل ككونتنت. وايه اكتب فيه الاس اي اي كونتنت. ببتدأ اشتغل على ها. في حاجة مهمة كمان لما باجي اشتغل على الاس اي اي كونتنت. لازم ما نكون محدد الحاجات اللي انا المفروض هكتبها. هل انا داخل اكتب article? انا المفروض داخل اكتب اه المفروض ان انا داخل اكتب كلمات ولا انا المفروض هكتب ايه? طيب ولا انا داخل اكتب website? احنا قلنا من الاول ان انا لازم ان ابتدي احدد الكلام ده واشوف انا بتكلم صحة او انا بعمل صحة ولا غلط او انا هكتب صحة ولا غلط. في الويبسايت ممكن هكتب تمام? انا هكتب المفروض اه عن منتجات ولا المفروض ان انا هكتب عن احنا قلنا article website ولا هكتب UI. تمام? خلاص هكتب website هكتب UI content فانا محتاج اكتب ايه? كACO. فانا لما بايج اشتغل content للأسي او لازم انا اكون محدد ايه او ايه نوعية اللي انا المفروض هتكلم عنها? ايه الحاجات اللي انا هكتب عنها في الأسي او? ايه نوع المحتوى اللي انا هكتبه? احنا دوقتي بنتكلم على نوعية محتوى. انا بتكلم دوقتي على نفس الموضوع هيتطبق لو انا بكتب product description لو انا بكتب UI لو انا بكتب ايه اللي هتخلوا على الويبسايت والكيوردس اللي بيعملوا على سيرش وايه الطبق اللي انا هكتب فيه او نوعية الكتابة اللي انا المفروض هكتبها. تمام? طيب بعد ما بكتب ده لازم انا اكون محدد ومربط الامور ببعضها. يعني ايه مربط الامور ببعضها? ما ينفعش ان انا اكتب ويبسايت بتكلم عن حاجة والهيدلاين بتكلم عن حاجة والآ بتكلم في حتة وهكذا. فهكيد ان انا اعمل لنفسي كده واعمل لنفسي الترتيبة عشان اكون فاهم انا بكتب ايه. طيب لما هاجي اكتب لازم ان في معايير اساسية براعيها وانا بكتب. طيب اول حاجة المفروض بشوفها وانا بكتب اليو ار ايلي. اليو ار ايلي اللي انا هكتبه. لما انا بيجي اشتغل او بجي اكتب انا مسلا دابل و دابل و دوت مسلا اه موركتينج منتر دوت انفو. طيب انا دلوقتي محتاجة اتكلم عن ايه? اليو ار ايلي بتاع هيكون عامل ازاي? هنقول كوميونيتي خلاص انا هتكلم عن ده. طب تعالى احنا هنا كنا بنقول ايه? او احنا كنا هنا بنقول ايه? مسلا بنقول ان اليو ار ايلي لازم ان يكون متناسب. فهنقول مسلا ايه? موركتينج منتر مسلا كوميونيتي. تمام? فهنا هنا حددت خلاص. زبط اليو ار ايلي بما يتناسب مع الطبك بتاع او زبط اليو ار ايلي بما يتناسب مع ايه ايه الجزء بتاعي. فبعد كده التايتل تادي. فانا التايتل بتاعي او العنوان بتاعي هيكون وهكذا. تعال كده نشوف مسلا او تعال اه نشوف اه كان في حاجة انا مجهزها لك. بص. لما نيجي نتكلم لما نيجي نتكلم على صفحة لازما بنكون محددين انا محتاج اتكلم عن ايه. تعال اه. لما بايجي اتكلم لازما نكون محدد الاجزاء اللي انا بتكلم فيها. اول حاجة لازما ان يكون بتاعي معروف. والبي دي ار ايل بتاعتي مظبوطة. والحي بتاعتي مظبوطة. بيه لازم لازم تكون Boonah ومحطوطة قداما. دي الترتيبة اللي المفروض بنيشتعجlle عليها. تعال كده نشوف هنا ونكتب كده ونشوف المفروض مسلا يطلع لي ايه او يشوف ايه لا ايه المفروض يكون تظهر لي انا لازما بتظهر لي من من النتائج بتاعتي التايتل تاج التايتل ايه اللي هيظهر فيه والديسكريبشن بتاع ايه اللي هيظهر فيه لازما كل الحاجات او كل الايتمز اللي هتطلع معها تكون كلها متماسكة مع بعضها ما ينفعش ان انا هنا بكتب حاجة وهنا بكتب حاجة والامور كلها مش متربطة مع بعضها او كل حاجة بالنسبة لي مش متربطة مع بعد كده هنقول التايتل تاج. تمام? لازم الى التايتل تاج يكون من الكلمات او الكيورد اللي انا بشتغل عليها. بعد التايتل تاج هنقول الايه الفرست تمام? ميت وورد. اول ميت كلمة واول فقرة لازم يكون فيها الكلام ده. لازم يكون فيها قادرة على الكلام ده. يكون الامور بالنسبة لي آآ آآ واضحة. اول ميت كلمة انا كاتبهم في لازم يكونوا بيدموا الكيورد اللي انا بلعب آآ عليها. تمام? بعد كده بقى ايه? الاتش وان. تمام? والاتش تو. تمام? ويه بقيت الاتش اللي انا المفروض آآ آآ بتكلم عنها. طيب بعد كده المفروض عندي تمام? ويه الميتا بتاعتي لازم بتكون مزبوط. تعال نشوف ايه دي. احنا عندنا هنا الديسكريبشن ده. لازم يكون مزبوط ومتناسب معايا. مع المفروض الايه? الطايتل بتاعه. ومع المفروض الويب سايت واليو ار ال والكونتنت اللي بكتبوه. لازم كل ده يكون آآ متناسب ويكون مزبوط بالنسبة لي. لازم كل ده يكون متناسب وي آآ مزبوط آآ بالنسبة لي. وي آآ ممكن افتح له كمان الويب سايت. وي آآ نشيك على الكلام ده ونشوف الكلام ده ممكن آآ يكون بيتم لزي آآ بشكل آآ عملي. تمام? طيب بعد كده المفروض ايه تاني? بقى ازبط اليو ار ال انترنال لينك. لازم ان يكون اليو ار ال انترنال لينك بتاعي مزبوط. يعني انا دلوقتي قاطة الارتكال بتاعي لازم ان يكون فيه صفحات متناسبة مع بعضها. صفحات مكملة لبعضها ومتناسبة مع آآ بعضها. تعال كده نشوف. انا دلوقتي عندي جوه الويب سايت لازم ان اكون حاطة لينكس موجودة. جوه الارتكال بتسمى على صفحات تانية. انا عندي صفحة بتتكلم عن الكورسيز. وصفحة تانية بتتكلم عن المنترنج. فاربط الاتنين ببعض. ابتدي بقى ان انا يبقى الصفحات بتاعتي او اللينكس بتاعتها تكون متربطة مع بعضها. تمام. طيب ممكن نعمل ايه تاني. بنشوف بتاعتي طبعا من الحاجات او من التولز. المهمة من التولز بصراحة المهمة اللي بتبتدي اطلع لك افكار اا ويه كلمات موجودة وبتبتدي انت تقسم لك كمان وطلع لك الكيوروتس ويطلع لك اا بالاي كيوروتس متشابهة وهكذا. طيب تعال كده لما نيجي نتكلم بشكل عملي واحنا بنكتب نطبق بقى الكلام ده كل مفروض بتطبق لزاي. فيه تول برضو بنستخدمها. مهمة جدا جدا جدا. اسمها اسي اي او ريفيو اا تول آآ رايتنج. اول حاجة بنحط له هنا الكيوروتس اللي احنا هنستخدم. والله احنا المفروض هنضيف او هنتكلم عن الكزء ده. تعال انا مش عايز اعمل انا عايز اضيف. اديني اا ايوة كده. تمام? انا طفت الكلمة. دي الكلمة اللي انا هستخدمها. دي الكلمة اللي انا المفروض هستخدمها. طب انا عندي الطايتل. الطايتل بيبتدي عدل على بتاعتك. انت هنا بيقول لي والله بتاعتك بتفوكس على والمفروض الفوكس بتاعتك مزبوطة في الاول. لكن انت بتاعتك مش معدية او مفهاش لسه الكلمات اللي المفروض ايه تشتغل عليها. طب تعال كده نشوف مسلا نعمل ونشوف ده ممكن يتم الزي او ده آآ ممكن يحصل الزي. تعال كده نشوف وندخل مسلا هنا على الجزء ده. وخلينا نشوف آآ مسلا هنقول له مسلا ندي له الكونتين ده ونتابع كده نشوف هيقول لنا ايه مهام خلينا نقول له نخد بس هنا هنقول لك انت معدي العدد بتاع الكلمات فلازما تنزل بي عدد الكلمات شوية لان انت عندك بتاعتك وفيها اربعة وخمسين آآ كلمة زيادة وانت محتاج تقليلهم شوية فخلينا نقول مسلا احنا ممكن آآ كده ونبتدين وخلاص كده انت بالنسبة لك زبط فانت محتاج تزبط تاني تمام خلينا نقول كده طبعا انت لما تيجي تشتغل انا بحاول آآ اشرح لك بس انت لما تيجي تشتغل آآ لازم لازم تعمل تاست وتكتب من دماغك وتعمل اكتر من مرة حد ما توصل بتاعتك يعني حد ما توصل لاحسن حاجة آآ انت ممكن توصلها تمام? ده بتاعتك جوية جوجل ده خلاص انت ماركتينج منتر وده الاجزاء اللي انت هتطلع بها بس انت بتاعتك لسه لو انت لسه في البداية طب فيه حاجات لازم ان اعمل اه انت فيه حاجات لازم ان اعمل البيج اصلا بتاعتك لسه محتاجة آآ كلام انت لسه معدلتش آآ بشكل كبير لكن انت في عندك حاجات محتاجة تعدل. فانت المفروض بتفضل تأدت. انت هنا مش حاطة وهي مش حاطة فوكس في الـ على الكيورد بتاعتك اللي هي اسمها انت هنا مش عامل فوكس على الكلمة في الـ فانت لازم تأدت بقى الكلام دك و تعالى كده نقول مسلا لما نحط بقيت الطابق هيقول لنا ايه? تمام? لسه محتاج ان هو آآ تعالى كده كمّل تكمل. طبعا انت دا مش فاحنا بتحاول او انا بحاول معاك ان احنا ايه? آآ تفهم بس المعلومة بعد كده اي حاجة انت بديه تطبق بقى. تمام? فانت هنا عندك لسه مشاكل بتبقى انت عندك لسه انت مش ضايف صورة فانت محتاج تضيف صورة انت مش عامل على الكلمة بتاعتك انت محتاج تضيف وهكذا فبتبتدي تاخد كل المعلومات اللي انت محتاج آآ تشتغل عليها وتبتدي تضيفها لحتى ما توصل لليه بتاعتك تعالى وتبقى هاي عيس انت توصل للافضل حاجة ممكن على فكر كمان آآ هنا هتلاقي الاي اي اي ممكن يساعدك ويجنريت ليك آآ تيكست تعالى مسلا ناخد آآ الجزء ده كده ونشوف لو هو هيجنريت آآ تيكست هيدينا ايه? ويه هيطلع علينا ايه? تعالى كده يا باشي طلع علينا تيكست جنريت آآ تيكست هيبتدي يطلع آآ تيكست 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 وهينا ماشي اوكي آآ تيكست وهيبتدي طلعني من الكلام ده تيكست مختلفة وبناء على التكست ده اقدر ان انا اطلع منه بقى ايه محتوى مختلفة كمان هيطلع علي على فكرة اكتر اه يعني هو كان بيطلع اكتر من كونتنت وبناء على الكونتنت ده هو انا باختار حاجة منه لو انا مش عارف هو دلاتة هيعمل كده لا لا لكن هو بيطلع للكونتنت ادي هو هو اللي كتاب للكونتنت كل حال فيها طولز حفين عظيمة يعني بصراحة من التولز اللي آآ اللي 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 بصراحة بتبقى مميزة بالنسبة لي او بحب ان انا استطلع بصراحة فاتعال كده نروح هنا ونقول له والله خلاص انت بالنسبة لي تعال تمام تمام وعمل لها اد ونعمل خلاص هو هنا ضوف الكونتنت فابتدي ان انا ايه اقدت عليه تمام انت بقى بص هنا انت طلعت خلاص هو بدأ يدي في الكونتنت في حاجات بالضافة فانت محتاج تبقى يتعدل على الكلام ده وتعدل على الكونتنت لحد ما توصل لأفضل جزء انت محتاج آآ توصل له ويتعدل لحد ما توصل لأفضل نقطة انت محتاج آآ توصل له فا آآ دي المراحل اللي انت بتعدى عليها فانت لازم تتضرب عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتطلع المستيكس بتاعتك وتحاول على الكونتنت مرة واثنين وثلاثة بحيث ان انت تبتدي توصل لأفضل آآ مرحلة ممكن حقا كمان فيه بقى مختلفة ممكن آآ آآ نستخدمها ممكن تساعدنا في آآ الاجزاء دي بقى ان انت تبتدي تعمل يعني كل ما انت شفت كنت انت مختلف عند المنافسين بتوعك كل ما الموضوع معاك بقى مختلف تعال كده نشوف مسلا في التول دي والله انت احنا ممكن نحط ايه تعالى مسلا نحط كده الكيوردز بتاعتنا وين نقول له والله تشوف لنا كده الكيوردز دي ميني الناس اللي وقدت بتاعتها وايه احنا طالعين في ايه يعني لما تكتب لما تكتب ال آآ لما تكتب بتاعك وتبتدي تحط لينك الصفحة وبعد ما تحط بالينك الصفحة تكتب الكيوردز انت بتشغل عليها وتقول له يا بايش 관�لي انا الكلمات اللي ضفتتها في المقوى لدي في الصفحة دي ميخلياني في في ال ηنزلت الكم انا طالع في النتيجة الكام انا طالع في النتيجة الكام فوالله الليه لا بيقول لك انت هنا طالع في النتيجة السبعة مسلا وعشرين تمام انت طالع في النتيجة الايه الصprechة آآ وعشرين تمام فهنا بدي من الحاجات اللي انت تكتني بقى لأ انا كده محتاجي حسن اكتر فتكتير ان انت تأدت وتأدت لحتى ما توصل لأفضل طريقة ممكنة حقا كمان انت بترانك او بتوصل بالصفحة بتاعتك للأفضل من خلال الصفحة مش من خلال ويب سايت نفسي يعني انا ممكن يكون في صفحة باعتمد على ان انا اطلحها بكلمة مورتينج منتور وصفحة تانية مثلا باعتمد على ان انا اطلحها بكلمة كورسز مثلا وهكذا فانت لا انت محتاج تعتمد على ان كل صفحة تبقى مختلفة عن التانية وتبقى ترانك باكتر من صفحة لحد ما تشوف انا افضل صفحة انت ممكن ترانك بها تمام دي اهم الحاجات اللي انا محتاجة والهالك ويه اهم النقط اللي انا محتاجة وضحولك في انت زي ان انت بقى تعتمد على انت لو بتبقى بسوشال ميديا كونتن انت مش تعمل كلام ده كله مش هتجينريت مش هتجينريت مش هتجينريت وتروعي ان انت توصل للباست براكتس بتاعت الارتكلب هلازم هتعتمد على ان انت تضبط الاتش وان والاتش دو والكلام ده كله انت مش هتقدر ان انت تعمله طبعا مش هتروعي او ان انت تضيف الURL بتاعك بشكل كبير مش هتروعي يعني بالنسبة لك لأ هتبقى انت بالنسبة لك انت بتحافظ على او ان انت بالنسبة لك اهم حاجة ان انت توصل بالصفحة بتاعتك لأفضل طريقة ممكنة فلازم تعتمد على الكلام ده وتعتمد على ان انت توصل لأفضل نتيجة ممكنة على حسب طبعا ايه الصفحة بتاعتك او على حسب النتيجة بتاعتك احاول دلوقتي اجيب لك جزء برضو من الصفحات تمام او الويب سايت اللي انت ممكن تعتمد عليه وممكن ان انت تكتب من جوه والتولز اللي انت ممكن تساعدك من جوه لزاي والحاجات اللي انت ممكن تتجرر ان انت تطبقها والاجزاء اللي انت ممكن تشتغل عليها دعا كده هعمل لك شير سكرين لجزء من صفحات اللي عليك مسلا بالأورتكال او حاجة وتشوف الفرق بقى ممكن نعمل بقى ده جوه ازاي ونشتغل عليه ازاي او ان انت ممكن تأدت عليه ازاي خليني كده اعمل لك شير سكرين ونقدر ان احنا نشوف ده طيب تعال كده نشوف مثلا خلينا نعمل شير للجزء ده طيب بص كده ممكن احنا وانت بقى جوه الويب سايت او انت بتعتمد على الويب سايت انت كاتب معين وكاتب معين وبتعتمد عليه فانت محتاج تعمل ايه محتاج بقى تعدل فانا والله هنا انت محتاج تكتب تزبط وتزبط بتاعك وتزبط طيب انا هنا بتكلم عن ايه والله انا بتكلم عن الكونتنت منجمت طيب الكونتنت منجمت ده التايتل تمام حلوة جدا اللينك بتاعك مكتوب في ايه مكتوب في يه الكونتنت مكتوب في الكونتنت منجمت طيب ده ده كويس جدا ننزل بقى تحت انت ايه الكيوورد الي بتزبط فيها والله مش مكتوب لا حط فيه. طب التايتل بتاع الصفحة ايه? والله التايتل بتاع الصفحة بتاعتك تمام? ممكن تروح اعمل كده مسلا بتكتب تمام? فانت بتعلي في الجزء بتاعك. اللي هو بعد سلاش او الجزء اللي انت بتكلم عليه وسلاش بتتحط بتاعك ويهي بعد كده تكتب اللي انت هتظهر بها هنا. اللي انت المفقود هتظهر فيها هنا. طب تعال كده نعمل حاجة او آآ تعال كده نشوف لو وناخد من نفسه اعتقد ان نفسه هيبقى آآ عربي. فخلينا نعمل حاجة تانية. نروح مثلا هنا ونروح على ونروح على ونروح على ونقول له والله الكونتنت ويقول لي ممكن تديني ايه ونحاول ناخد من عنده ونحط فيه الديسكريبشن او الميتا ديسكريبشن وينا اعتمد على ان الكلام ده طبعا لازم نكون متوفق مع اللي انا كتبه جوه. يعني اللي في الميتا ديسكريبشن مع التاج تايتل مع الارتكل اللي انا كتبه مع الكلام ده كله لازم ان يكون متوفق مع بعض عشان ما بقاش انا انا بكتب آآ حاجة آآ في الميتا ديسكريبشن ويه الجوز طبعا هو هنا بيجينريت آآ معي فطبعا ما بقاش انا كاتب في الميتا تايتل حاجة وكاتب في الميتا ديسكريبشن حاجة وكاتب في كل حتة حاجة مختلفة وكل حاجة منهم بيتودع على حتة معينة لازم انت تكون انت محتمد على ان كل حاجة آآ بتدي آآ النتيجة كلها واحدة طب تمام كنت انت مانش تمش عايف ايه تبلا بلا بلا تمام تعال كده ناخد ايه بقى كده الجوز ايه ده طيب خلينا نعمل ايه آآ ناخد كده انزل 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 تحت بس عشان لسه بيجينريت خلاص يا بيش شكرا ايه يعني بتعرف تقول لنا دي كده ماشي نروح مسلا الناحية التانية مش عايف انتشوفتو الشاشة التانية ولا لفا بس تمام ادي ميتا ديسكريبشن طبعا هنا الاسكور عندي يروح في داهية فابتدي ان انا ايدت والله content management is a process creating organization انت ماشي آآ تعالى ننزل هنا على نشيله طبعا هو بيديني على اساس معايير على حسب عدد معين من الكيوردز على حسب آآ آآ ان انا بتابع على على معايير في الباكس المعينة في تظهر في ميتا ديسكريبشن طبعا انت لو بلاحز هنا بص في ايدت يعني انا بايدت تحت والايدت بيظهر فوق كمام فالمفروض انت شكرا بس publishing احنا ممكن نعمل كده وننزل عند publishing وبدأت ان انا ايدت بقى خلاص انا بدأت ان انا ايدت طبعا التول ممكن استخدم فيها لو انت حبيت تستخدم بتاعتك طبعا انت بتعمل بقى اناليسيس وبتبتلي انت هنا محتاج تضيف في الارتكال بتاعتك محتاج ان انت تفوكس على اكتر من كده محتاج ان انت تراعي الانكس بتاعتك بقية الحاجات انت مراعيها انت مزبط الاسي او الصورة بتاعتك مزبطها طبعا لما تيجي تشتهل في الكونتينت لازم ان تراعي ان السور بتاعتك لازم ان تكون كويسة ومكتوب عليها او مكتوب فيها النامينج بتاعها بما يتناسب مع الارتكال بتاعتك لازم ان كمان الميتا ديسكريبشن بتاعتك تبقى مزبوطة والتاكست والاسي او طايتل بتاعك يكون مزبوطة تمام فدي كلها حاجات لازم انت بتروعيها وانت شغال وبتقدت عليها وانت شغال بشكل كويس عشان تقدر توصل بتاعتك اول جزء اللي انت تشتغل عليه بشكل كويس طيب من الحاجات يعني دي تقريبا اهم الحاجات اللي انت لو انت بتتنير من مرحلة السوشال ميديا تبقى انت مروعيها وبتشتغل عليها بشكل كويس اي تنك كده ان انا التلك كل حاجات اللي انا محتاجة اقولها لك وخلينا نشوف لو انت عندك اسئلة نفتح المايك ونبتدي نشوف الاسئلة كونفيرم معايا ان المايك مفتوح حد كده يكونفيرم معايا ان المايك مفتوح تمام مزعيب يا يوسر تمام الحمد لله زي كنتمون عامل ايه تمام الحمد لله الحمد لله يا رب دايما ان شاء الله اه حضرتكم انت بتقول ان الوستوشال ميديا التاحة مش مهمة ام driedsh bp ام askedでしょう ان affairs مهمة بس też forests social media content one لا مفيش حاجة مش مهمة كل حاجة مهمة ايه فاديت sozial media ايه فاديلي مش فاهم ايه واحد عنده وبسيت ليه مهمة بتنسبره السوشال ميديا مهم بالنسبره ده مهم جدا جدا ليه بقى لا إن بصي هما اتنين لعيبة كل واحد منهم بلعب ترار مختلفة السوشال ميديا هي بتروح لليوزر انما الوزر هو اللي بيروح للويب سايت يعني انت تخيلي كده انت قد ايه بتفتحي ويب سايت على مدار اليوم وقد ايه بتفتحي السوشال ميديا على مدار اليوم وهنا ده هيبان بقى الجوهر او الفرق الكبير بتاع السوشال ميديا العميل بيظهر له الكونتنت على السوشال ميديا بشكل كبير من غير ما هو يكون عمل له حساب او هم من غير ما بيدور عليه فمهم جدا مهم للبرانتينج مهم الاسمي مهم الاورنس مهم للا انا اوصل للناس انما لو احنا بس على الويب سايت فانا لو مش في الصفحة الاولى انا فرصي قليلة قوي 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 يعني انا مثلا عشان اظهر للناس لو انا مش موجود في الصفحة الاولى فانا معدول انا ميت انا مقتول انما لو على السوشال ميديا انا ممكن اوصل لأي عدد من الناس انا محتاجة اوصاله في اي وقت. طيب لو عملت ميكس بين الاتنين. ده يبقى افضل يبقى انت بناجح هنا وناجح هنا ده يبقى افضل طبعا انا ظاهر في السوشيال ميديا كويس جدا جدا. وقدر اعمل اوارنس للعمل بتوعي بشكل كويس. والناحية التانية لا انا بالنسبة لي اه ناجح جدا جدا على الويب سايت. وواصل للناس. فدي حاجة كويسة ودي حاجة كويسة. دي حاجة. لا لا انا قصدي ميكس في الكونتنت. يعني انا عندي بلان اشتغلت عليها الشهر ده. اه. اه. هي بالنسبة لي حروة. اه. بس اه بالنسبة للي شغالين معي على الموقع اه على شغالة بتاع الاسي او انه هو اه مش اه يعني ما اطورش كتير. بس احنا بالنسبة بالنسبة لهم يعني انا. والحكم ده بعد ايه بس السنية واحدة بس مالش. الحكم ده لازم ان يكون بمعايير. يعني انا لا والله ده مش عاجبني. لا ده مفيش عسما كده. لازم ان يكون بمعايير. انا فرقت في الفريكنسي قد ايه والايمبريشن والكليكس قد ايه والكلام ده كله والسيتي اربط على الويبسايت. لها معايير كتير. مش من دماغل كده او انا لا 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 انتي مش عاجباني في الكونت مش عاجبني. سوري يعني. لا اهو مش كده. لا لا هو بالنسبة بالنسبة له على اساس الزيارات اللي راحت له. طيب فقد ايه? وقت قد ايه? ما هو ده اللي انا اتكلمتي بيه? ان انا بتاعتي شهر. احنا لسه مكملناش الشهر. طيب. الحاجة الثانية ان هو اه ان احنا اصلا حاليا فيه اوب ديت لجوجل. انا مش قصة اوب ديت لجوجل قدمها هي قصة ان انا الشغل بتاع الاي سي او اه هو اه لو هو اللي علاقة بالكونتنت او الام بيج بشكل كامل او الايان كامل هو ليه لونج ترن يعني هو ليه وقت. انت مش مش انا حطيت الارتكل النهاردة هرانك بوكرا. مش عاجب سمع كده. ولازم ان يكون فيه اوبتومايزيشن اصلا على الموضوع. واشتغلك ازا اوبتومايزر كده وابدل او افضل او ادت في الكيوردس وادت حد ما وصل للاحسن حاجة. فهو الموضوع مش ان انا حطيت اورتكل مناسب مع التولز ومناسب مع الكلام بتاعي فانا الدنيا بالنسبة لي تمام. مفيش حاجة مع كده. وانا حطيت كيورد المهم عانتين يرنكوا عليها. ولينكات البيجار وحطيتها عاندي في الميديا. اوكي تمام. مفيش مشكلة. بس انا لازما اكون يعني يعني لازما يعني يبقى في استراتيج انا بلعب عليها. الموضوع مش ماشي جده. يعني الموضوع ميبقاش ميشي اللي هو احنا يعني يعني الموضوع بيبقى محتاج يعني متابعة ومحتاج ان انا اعمل ايدت ومحتاج حياة كتير. مش مش جزء بس ان انا بشتغل وخلاص او ان انا كتبت اورتكل فالمفروض انه يطلع على السوشال ميديا اه وخلاص. لازما الموضوع يبقى ليه متابعة وليه ايدت وهكزا. الارتكل كمان اللي بتتحط القديمة بنعمل عليها ايدت بشكل دايب. الموضوع بيبقى ماشي كده. مش 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 مشي ان انا بتابع او ان انا كتبت اورتكل ورفعتم خلاص. موضوع ما مشيش كده ابدا. اوكي تماما هو بيبقى دي ايدت وكل حاجة من الكلام اللي انه خضرتك بتقوله ده. وكان في باس هو احكايت ان انا اخد الجي بورد انا كنت باخد كنت بعمل على التولز بتاعت اه اللي هي باخد حاجات اللي هما بيسألوا عنها الناس وبشتغل عليها. تماما بشتغل عليها بالميديا. تمام كويس جدا. وباخد الكي وورد دي بعملها هشتاجات. تمام اوكي انت بتحاولي بتعملي لينك ما بين السوشيال ميديا وما بين الشغل بتاع الويبسايت عشان تبقى ستراتج واحدة لما ماسكا بعضها. انا بشتغل على جزء واحد. وابحاول ان انا اميك اا يعني ما بين الاتنين ان انا اخالي ان انا بشتغل على الويبسايت متناسب مع اللي انا بشتغل على السوشيال ميديا. بدي حاجة كويس. اوكي وابقيت بازهر لينكات الميديا عندي بتزهر في الصفحات الاولى. فاول النتائم. بس بالنسبة لهم هما مفيش اا ما اخدتش منهم لينكات غير الشهر ده بس. هما بالنسبة لهم ان لأ مفيش لينكة عندنا عالبيتج من السوشيال ميديا. بص ما هو اقولك الحاجة احنا شغلنا بشكل عين في الديجيطال ماركتنج سواء بقى اي سي او او كونتنت او ميديا ويند او وريفر بقى انا بشتغل ايه. الموضوع بيمشي بالارقام الوراء والقلم. ما بيمشيش كده. يعني ايه بالارقام ووراء والقلم. لازما انا اشوف حاجات اساسية انا بلعب عليها. الا وهي ايه. انا في معايير وكنا بنتكلم في ده في ميتنج الصبح. مع في ميتنج في الماركتنج منتور. كان ان احنا لازما فيه اساسيات. اول حاجة بتاعي ايه. تمام? ومعدل بتاعتي راحة فين. تمام? انا حاصل معي قد كم واحد دخل شافني قبل كده. قبل ما اشتغل الجزء ده. وكم واحد شايفني دلوقتي دي اول نقطة. تاني نقطة. انا بيحصل لي كم تلك? والله انا كان بتاعتي تلاتة في المية. اوكي? بعد ما انا اشتغلت وصل لحد خمسة في المية. تمام? فبالنسبة لي لا انا كده في فرق. فهنا الارقام اللي بتقول مش انا. طب لو انا كنت شغال وبعد اما كنت شغال بدل ما كان تلاتة في المية. تمام? لا انا نزلت. بقى بقى اتنين في المية. فهنا لا انت هيبقى انت كده عندك مشكلة. انا هنا كده في مشكلة. فلا لازم لازم الموضوع يبقى بالورة والقلم. ما فيش حاجة اه بتتقس كده. اه الكلام ده صح او غوط او اي كانت. لازم فيه دورة وقلم. الارقام بتقولي وبنها وعندن اتكلم. انما ما يمفهش للموضوع يبقى ماشي كده. فلازم انا اشوف عشان نحكم على الموضوع ده. طب يا جماعة ممكن نشوف الـ Impression والـ CTR اللي كانت حصل قبل كده. ويه نشوف اللي اللي كان حاصل اه اللي حاصل دلوقتي. يعني قبل كده كان حاصل ايه ودلوقتي حاصل ايه. وبنها وعندها نتكلم. انما ما يمفعش الحكم على على حاجة كده وخلاص يعني. طيب انا عايت الاطقام دي في لي اجيبها ازاي؟ من على جوجل سيرش ومن على جوجل دول اللي الاتنين المفوضة ها تعرفين اتعرفون ام او لا طبعا انا اوكي. او خلص. انا حاطب ان انا انضمنا ياخدوا الايميل بتاعي ضفوها على الزلز دي. او وجوه في التمر ما بين ده وما بين ده وده اللي هيباين بقى ايه كان قابل كده وايه بعد كده. ويعملي اه اه يعني خليك اسبسافك على الصفحة اللي انت عملت عليها ايدت. يعني مش الويب سايت كله. يعني ممكن الويب سايت كله يكون جاي بثلاثة في المية. وطلع الويب سايت كله نزل واحد في مية او فضل زي ما هو. لان تأثير بتاعك على الصفحة مش على الويب سايت توتالي. طبعا? فبالنسبالي لا اه شوفي البيج اللي انت اشتعلت عليها زي ما احنا كنا نسا بنقول مسلا اه قبل كده هنا من شوية كنا احنا لسا يدين القصة دي. ان احنا بنشتغل انا عندي الويب سايت كله مش مش الويب سايت كله او انا ما ما بتعملش على الويب سايت كله انا بتعمل ان انا برانك بايه بالضبط. وبنانة على ده بتتشتغل علي. يعني مثلا دي مسلا اه بايج مسلا وان ودي بايج تو. تمام? فبالنسبالي. فبالنسبالي لا انا انا خلاص انا بتعمل بالبيج. اه انا فهمة? انا فهمة انا واخد بيجيت معينة اخو اخد عشر بيجيت لكل موقع. وهو كده انا هعمل على دفع بتاعتي على العشر بيجيت اللي انا واخدهم معانجي لكل موقع. مم بالضبط. ويه زي برضو ما حازم بيقول الكباي ايه مكررة الكباي ايه انت برضو الكباي المحدود كنتي يبقى في كباي محدودة في الاول الكباي بتضم الكباي بتضم كما قلنا وبتضم بتاعتك وكمان بتضم الحصل او لا اه في مبيعات حصلت او في اه اه اكوزيشنز حصلت اي ان كانت بقى الاكوزيشن دي. نعم هي كولز. ايه اللي حصل فيها هال زادت هالقلت وهكذا. رازم ان الكلام ده يبقى يبقى واضح. يعني ايه اللي محطوطها ما بينكم تشتغل على هذا الاساس. وايه اا اول حاجة في كباي زي ما قلنا هي الجزء الخاص بي ايه اللي حصل فيها. دي بسم الله رحمة رحمة كده. ويه البعد كده بقى الايه? البيجي اه ريفيوز يعني حصل كام ريفيو على البيجي اه كام مشاهدات البيجي حصل قد ايه لعملها القدام قد ايه لعملها الجداد قد ايه لامورت كلها. لا هي الاستراتيجي اللي عندهم غريبة خالص. الاستراتيجي بتاعتهم هم بيحطوا ريفيوز. يعني ايه ده مش فيه? يعني هم عاملين ايميلات فيك وشغلين البيجي بيدخولي قيبه وعناك صحي. طايم يا لعم هم صحيح وليه شوفي الفرق اللي حصي ما بين قبل كده ودلوقتي وبالاركوم زي ما قلتلك مش بيالا مش بكده. يعني الاركوم كل حاجة بالاركوم. اوكي تم بي. اوكي تمامي. اوكي شكرا اللي حضرين. العاف. عايزة صورة مسأغرة بس ينفاهرا صورو. اوكي تمامي. شكرا اللي حضراتي. اه اه اني فايل. ده. الاثنين. اه اه هو ده لحضرتك عليك. ماشي اوكي ممكن نبعه لك اللينك اصلا ده اصلا محطوط فيه كل الحاجات يعني ده اللي دايما بنشرح فيه يعني هتلاقي في الحاجات الكمان يعني المرة اللي فاتكت اللي كنا شبحينها والمرة اللي قدها مسلا مية او واحدة وشر. يعني فيه كل الحاجات يعني الفايل ده معمول كده اصلا ده مية وعشرة الميتاب مية وعشرة. فمشرح فيه ده الميتاب اللي قابليه اكيد. تمام? مية و تسعة فآ ممكن نبقى نبقى نبعتها لك في كل اللي بcost الي احنا تكستيجا. كده زي ما انت عارف الكلام بكله على ايوتيوب دي يعني بس ممكن نبعث لك عادي لا اوكي انا بس محتاجة الفايل كتابة انا هنشوفه الريدي على اليوتيوب وعلى اللقطة بس محتاجة الفايل ده انا بس محتاجة وفي حاجة تانية معلش اصل بس هعطلت بالنسبة لجوجل اب انا عايزة اعمل فايل يسمع عندي من غير مفتاح بالنتائج بتاع بوجل انا شوفتها بمع الحد قبل كده يعني بيسمع عنده على وبردرائب وفيه فايل اكسل هو اعمله بيسمع عنده نتائج بتاعة جوجل ادوارد من غير ما بيدخلوا على الموقع دي ممكن ان انا عمله او لا لا او طبعا ممكن تتعمل وممكن تستخدمي كنا بيسمع جوجل داتا ستوديو وهو بيعمل الكلام ده بلحظة كمان يعني باللحظة يعني كل حاجة بتحصل بلحظة هو بيعمل فجوجل داتا ستوديو هيبقى حسن لك بكتير وممكن تربطيه كمان بشيط اكسل زي ما انت عايزك فالا اده ممكن بيحصل بسهل جدا 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 ايه او بيعمل ستشعر جوجل داتا ستوديو هتلاقي فيه الحاجات اللي انت محتاجهة كلها وانت اللي بتحطي كمان المعايير بتاعتي اللي انتي محتاجهة اللي انت محتاجهة اتظل بحاجات اللي مش محتاجهة اتظل اوكي خدتني عنده سؤال قبل ما نقفل سواء في الحاجة اللي احنا قلناها او في حد كان بيسأل اسم الموقع اللي بطلع منه كلمات مفتاحية انا ويبسايت احنا مفتحنا كزا ويبسايت في الويبسايت ده نايرة لو عايز تسأل على حاجة اواكي سألوا في شعاي في كنايرة ومين تاني اواية نايرة السلام عليكم عليكم السلام عليكم والله بركب انا هسعني حاجة بس بعيد عن جوجل شوية انا بحاول اعمل Blanner لTikTok Content Plan انا بصراحة اول مرة اعملها لحالك تنصحني بأي حاجة تسايدني بيها هو بس اللي انا اللي انتي محتاجة تعملي ان انت تعملي يعني رؤية كويسة للناس اللي زيك اللي موجودة على تيك توك وايه لنوعية الفيديو والطوبيكس اللي مشتغلوا عليها ده والحاجة تمام تاني حاجة بتقري كويس جدا جدا وتفهمي الأوليجرزم بتاعت تيك توك المعايير اللي حطيتها على تيك توك عشان انا ابقى في الفيديوز كويس جدا 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 والبست براكتس في عاية يعني مثلا المعايير بتاعت لينكت انت بالنسبة له هو يحط السور الاول وبعد كده التاكست بعد كده ممكن الفيديوز وهكذا معايير التوقيتات وهكذا فانت بحتاجة حاجتين اساسيتين وبناء عليها تعمل التاعته كويس فهما الثلاث حاجات دول اهم حاجة اهم ثلاث حاجات اول حاجة الوليجرزم وتاني حاجة الجزء بتاع الكمباتاتور من المنافسين بتوعي او الناس اللي بيتكلموا عن نفس الكنت بيقولوا ايه والحاجات اللي بيقولوها وممكن تاخذ بقى من الكومنس بتاعتهم وتبني كونتنت يعني مثلا لو هو بيتكلم عن جزء مثلا اللي هي علاقة بالساعات فكل الناس بتسأل على نوع ساعة معينة اعمل انت كونتنت معا للناس بتسأل عنهم فده هيفرق معاك جدا 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 يعني الناس بتدور عليه عند المنافسين هتجاوب انت عليه في الكونتنت نفسه انا فعلا ما عملت كل ده بس الفكرة بقى النصيق ديت على جوجل شيت اه تصيق ده على جوجل شيت اه اكتبي بقى افكار يعني اعتمد دي الموضوع على انه يعني الفكرة والتوبك بتاعها يعني مثلا ممكن هنيدي حاجة زي كده هنعمل insert مثلا table زي كده ونطلع بقى ايه الافكار تمام يعني نكتب الافكار نفسها الافكار وريسورس بتاعتها وبعد كده نحط اه سياغتها وبعد كده منحط صغيرتها المحتوى نفسه او الاسكريبت اللي هيتكتب وبعد كده اه طريقة التصوير مسلا اوكي تمام وابتدي ان انا من خلال بقى الكلام ده اه ابتدي ان انا اشتغل على ده بقى الفكرة دي باللينك بتاعها والسياغة بتاعتها هتبقى عاملة لزي والمحتوى اللي هيتقال وطريطي التصوير بتاعتها يبقى ازاي ونعمل test مرة واثنين واثنين هذا حد ما نلاقي احنا نفسنا مع الوقت العامل بتاعنا بقى ايه اللي يرانك معايا و ايه اللي يعلم معايا وتيك توك من طبيعة ان هو هيفضل مخليكي في الريتش العادي جدا في ال في الامبريشن العادي جدا حد ما هتلاقي فيه فيه فيديو واحد كل اللي فقت وبين كل اللي جاي اوكي تمام اوكي شكرا لحضرتك جدا اوكي تمام اه فيه حد تاني عنده سؤال قبل ما اعرف اوكي تمام اه خلاص اوكي بازن الله اه معتنا ان شاء الله الجمعة الجاية والجدول بتاع كل جمعة موجود على البروب وان شاء الله اشوفكم على خير الجمعة الجاية و دايما كده ان شاء الله ونتقبل على خير واسبوع على خير